هيا بنا يا أصحاب مرحبا انظروا ماذا لدي شاحنة قمامة شاحنة قمامة حقيقية هل تريدون التعرف على شاحنة القمامة وإعادة التدوير اليوم أجل هيا بنا شاحنة قمامة دعونا نتعرف على بعض أجزاء شاحنة تعالوا أولا وقبل كل شيء الكابينة انظروا من هناك إنه توني مرحبا توني هذه الكابينة هي حيث يجلس سائق الشاحنة ويقود شاحنة القمامة عبر المدينة إنها عالية جدا كيف يصعدون هناك أوه دعوني أريكم هيا هذه سلالم هذا ممتع أحب شاحنة القمامة أوه انظروا هنا أنتم تعرفون ما هذا إنها طفاية حريق في حالة وجود حريق بالقرب من أو على شاحنة القمامة شاحنة القمامة أمنة جدا ستتعلمون هذا قريبا لأنني سوف أعلمكم ها هي بعض ميزات السلامة لشاحنة القمامة انظروا أتعرفون ما هذا؟ هذه سلاسل إطارات تستخدم في حالة ما إذا أصبح الطريق جليديا وزالقا تقومون بلفها حول الإطارات حتى تتمكن الشاحنة من القيادة بشكل مستقيم ولا تنزلق وتتزحلق أوه انظروا شريط عاكس هذا يستخدم الارتداد وانعكاس الضوء لجعل الشاحنة صاطعة جدا في الليل شاحنات القمامة آمنة أوه انظروا عدة انسكاب بيزة أمان أخرى تحتوي هذه الحقيبة الصفراء على قماشات ماصة في حالة ما إذا كان هناك أشياء متسخة أو قذرة على الأرض ولا يمكنكم غرفها أو كنسها في الشاحنة يمكنكم حينها استخدام عدة الانسكاب هذه أوه تعالوا إلى هنا لدي شيء رائع لأريكم إياه أوه تعالوا هيا انظروا وسائد هوائية شاهدوا هذا أوه أوه هل شاهدتم ذلك؟ انخفضت شاحنة القمامة بسبب تلك الوسائد الهوائية وتستخدم تلك الوسائد قبل تفريغها أوه انظروا هكذا يتم إفراغ بضائع إعادة التدوير من شاحنة القمامة ينفتح هذا لأن هذه الأسطوانات الهيدروليكية تدفع الباب الخلفي لينفتح ثم تفرغ كل البضائع المضغوطة منها لكن أولا نحتاج إلى أشياء بداخلها كيف ندخلها هنا؟ هذا أروع جزء دعوني أريكم هيا 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 تعالوا انظروا إلى هذا إنها ذراع الالتقاط يصدر إنه كالمخلاب إنه يمسك العلبة يسحبها يرفعها ويفرغها في القادوس أوه انظروا القادوس هناك وبعد ذلك يتم دفعها إلى جسم الضغط هنا ثم يتم ضغطها بشدة ثم يتم التخلص منها من الخلف كما قلت مسبقا واو أنا أحب شاحنة القمامة اشتركوا في القناة الآن وبعد أن عرفنا أجزاء شاحنة القمامة وكيف التعمل دعونا نتعلم الإختلافات بين القمامة وإعادة التدوير القمامة يمكنكم استخدامها مرة واحدة ثم تقوموا برميها أشياء مثل فضلات القطة، علكة أو حتى مثل حفاظات متسخة مقرف تستخدمون هذه الأشياء مرة واحدة ثم ترمونها لكن إعادة التدوير يمكنكم استخدامه مرات عدة لأنه قد يذوب أو يعاد معالجته إلى المنتج الأصلي أو شيء مشابه مصنوع من نفس المادة وإذا أمكن فإنه قابل لإعادة التدوير دعوني أريكم بعض الأشياء التي أحضرتها من المنزل لإعادة تدويرها اليوم أوه أنظروا، إبريق وحليب هذا بلاستيك، يمكنكم إعادة تدوير البلاستيك وأيضاً لدينا علبة صفيحية علبة من الألومينيوم أوه، أكياس بلاستيكية أوه، زجاجة رذاذ، هذا بلاستك أوه، قنينة زجاجية وحتى صندوق من الكرتون يمكنكم إعادة تدوير هذه الأشياء الآن وقد عرفنا الفرق بين القمامة وإعادة التدوير دعونا نزور منشأة إعادة التدوير وفرز بعض الصلاع القابلة لإعادة التدوير نحن في منشأة إعادة التدوير أولاً نحتاج إلى معدات الأمان قبل أن ندخل حسناً هنحن ذا سترة ساطعة قبعة صلبة ساطعة ونظرات السلامة والحمالات الآن وقد أفرغنا جميع المواد القابلة لإعادة التدوير فالآن نقوم بفرزها سيكون هذا ممتعاً المواد القابلة لإعادة التدوير تأتي على الناقلة ومن ثم يجب فرزها لأن هناك العديد من الأنواع مثل الورق، البلاستيك، الكرتون، الألومينيوم والقصدير هناك الكثير لنذهب لفرز البعض تنتقل جميع السلع القابلة لإعادة التدوير على أحزمة النقل هذا ويقوم العمال بتصنيفها حسب أنواع المواد المختلفة وعندما يتم فرزها إلى نوع واحد من المواد مثل هذا الكرتون يتم سحقها وضغطها إلى هذه القطعة المحكمة المصنوعة من مادة واحدة ثم تأتي الرافعة الشوكية تلتقطها تنقلها إلى جزء مختلف من المستودع وعندما تكون المادة جاهزة للنقل على ظهر شاحنة النسب النقل للذهاب إلى مكان آخر لإعادة تدويرها تقوم الرافعة الشوكية بتحميلها على الجزء الخلفي من شاحنة نسب النقل لقد كان من الممتع جدا رؤية الداخل من منشأة إعادة تدوير حقيقية والآن دعوني أرفع تلك الألحان حتى نتمكن من الرقل والغناء على أغنية شاحنة القمامة شاحنة القمامة شاحنة القمامة تقوت في المدينة تلتقط الحاويات شاحنة القمامة أحيانا عندما أستيقظ في الصباح أسمع صوت وحش أنظر إلى النافذة وهناك شاحنة القمامة تلتقط الحاويات من الأرض تفرغ الحاوية وتعيدها للأسفل وتقود بصوت عالم بعيدا شاحنة القمامة شاحنة القمامة تقود في المدينة تلتقط الحاويات شاحنة القمامة عامل القمامة يقود الشاحنة ويأخذ تلك القمامة يفرغها في الخلف حتى يسحقها لكنه يقود إلى المكب يرجع للخلف إلى كومات القمامة من المدينة ويفرغ كل شيء شاحنة القمامة شاحنة القمامة تقود في المدينة تلتقط الحاويات شاحنة القمامة شاحنة القمامة تأتي بألوان عديدة بعضها أزرق بعضها بني بعضها أخطر ألم تعرفوها بعضها يمكنها جمع إعادة تدوين شاحنة القمامة شاحنة القمامة شاحنة القمامة تقود في المدينة تلتقط الحاويات شاحنة القمامة شاحنة القمامة شاحنة القمامة تقوت في المدينة تتقط الحاضيات شاحنات القمامة كم هذا رائع هذا الفيديو يحتوي على الكثير من المعلومات الرائعة تعلمنا اليوم عن شاحنات القمامة شاحنات إعادة التدوير وإعادة التدوير إذا أعجبكم هذا الفيديو وأردتم متابعة المزيد فكل ما عليكم فعله هو البحث عن اسمي هل تعرفون اسمي؟ أجل بليبي دعونا نكتبها معا با لم ياء با ياء بليبي هذا اسمي أحسنتم حسنا أراكم قريبا إلى اللقاء بليبي بليبي حياري ما نعم نزل كانت أعلم بليبي بليبي الغاز و الألعاب هيا بنا يا أصحاب بليبي الغاز و الألعاب هيا بنا يا أصحاب بليبي مرحبا هذا أنا بليبي واليوم أنا في سكايلين مارينة في أناكوتس واشنطن والمراسي هي حيث تعيش القوارب واليوم أنا وأنتم سنتعلم عن القوارب أوه انظروا هناك واحد هنا سيكون هذا ممتعا جدا ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو هسنا سنقوم بسحب المقبض هذا هو ناقل الحركة هذا ما تستخدمه لتحديد ما إذا كنت ستنضي للأمام أو للخلف وهذه هي عشرة القيادة أنتم تعرفون ذلك ماذا يوجد هنا أيضا؟ أوه مهلا ماذا يفعل هذا الزر؟ أسمعتم ذلك؟ هذا هو البوق لنفعلها مجددا هذا ممتع ما هذا؟ هذا هو الراديو مرحبا مرحبا أيمكنكم سماعي؟ إنه أنا بليبي تمكننا أجهزة الراديو من التحدث إلى الناس على الأرض والقوارب الأخرى أوه إنه نظام الملاحة هذا إلكتروني وهذه ليست كذلك إنها في الواقع بوصلة إنها تساعدكم على تحديد الاتجاه واو هذا مفيد جدا وهناك الكثير من أجهزة القياس والأدوات مهلاً توجد كعكة أيضا لنتذوق القليل إنها لذيذة حسناً شاهدوا هذا ها نحن ذا لننطلق إلى الأمام واو واو أجل انظروا إلى الخلف شاهدوا هذا واو ها نحن ذا واو القوارب هي أحد الألات المذهلة معلن عندما تكونون في قارب وإذا كنتم تبلغون من العمر 12 عاماً أو أصغر فأنتم تحتاجون سترة نجاة لذا دعونا نفتح هذه المقصورة ونخرج سترة النجاة سترة النجاة هذه لونها برتقالي حسناً دعوني أرتديها سترة النجاة جيدة حقاً للحفاظ على سلامتكم يبقونكم طافين إذا نزلتم في الماء دعوني ألف هذه من الخلف ممتاز اجعلها جيدة ومحكمة كيف أبدو ها ها واو أجل ها ها أجل ها 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 قطعة أخرى من المعدات التي توجد في القوارب هي عوامة النجاة وتستخدم هذه لرميها في المياه حتى يتمكن الشخص الموجود في الماء من الإمساك بها ونسحبه إلى القارب سأجلب عوامة النجاة ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو أنا أعرف لأنها تنقذكم وتساعدكم على العوم مهلاً حسناً دعوني أخذها وأجهزها ولنفترض أن هناك شخصاً في الماء يحتاج مساعدة لذا سوف أمسك طرفها حسناً لقد وجدته ومن هناك سأرميها بعيداً جداً ثلاثة، اثنان، واحد أجهل، هل رأيتم ذلك؟ ثم بمجرد أن يمسكها يمكنكم سحبه للداخل هكذا حسناً أمسك جيداً سأسحبك أجهل، واو، وكأننا أنقذنا أحداً نحن ذا عمل جيد واو، هذا قارب وهو خارج المياه أترون؟ عادة تصل المياه إلى هذا الارتفاع ولكنه خارج المياه مهلاً، انظروا إلى هذا تعالوا واو، أترون تلك التي في الأسفل؟ تلك هي المراوح واو، إنها تقوم بالدوران وتدفع المياه للخلف فتعطي القارب دفعة يذهب إلى الأمام واو، هاي، انظروا للأعلى هناك إنها بعض العوامات واو، إنها تشبه الوسادات أو البانونات حتى لا يصطدم القارب بالرصيف ويتأذى واو، هذا القارب السريع رائع حقاً لديه محركات كبيرة كي تعطي قوة أكبر للقارب واو، شاهدوا هذا القارب هذا القارب هو كاتمران انظروا إليه واو، يبدو وكأنه فارغ من المنتصف مضحك، ثم شيئاً مثل السطح في المنتصف واو، ومن أين يأتي بالطاقة؟ يأتي بها من الرياح ثم تضرب الشراع ثم تنطلق واو، هاي، انظروا نوع آخر من القارب وهذا القارب أجل قارب سريع وهو يستخدم في الصيد واو، أرى الكثير من حامل أعمدة الصيد هناك أراهن أنهم يذهبون لصيد السلمون والتونة وسرطان البحر وجميع تلك الأطعمات اللذيذة واو، هذا القارب كبير جداً انظروا إلى حجمه واو، أبدو صغيراً جداً أمامه وهذا القارب كبير جداً واو، المراكب الشراعية تستمد قوتها من الأشرع واو، هاي، ما هذه الأشياء في الأسفل؟ إنه يسمى العارب وهو الذي يبقي القارب متوازناً في المياه حتى عندما تهب الرياح في الشراع فإنه لا يسقط واو، القوارب الشراعية والقوارب عموماً تبدو ممتعة جداً أوه، انظروا، إنها قوارب الكاياك والكاياك هي نوع آخر من القوارب مثير للإهتمام يستمد الكاياك قوته من البشر عندما يفعلون هذه الحركة بالمجاذيف وهنا يوجد المزيد من الكاياك تعالوا واو انظروا هنا، إنها هناك واو هذا الكاياك لونه أحمر وفي الخلف هنا هذا الكاياك لونه أصفر واو، هذا مختبئ لكن أترون هذا هذا الكاياك لونه أخضر الكاياك ممتعة جداً تجلس بداخلها مع سطرة النجاة أوه، أجل، سطرة النجاة واو مهلاً، لنجرب سطرة النجاة حسناً، نأخذها من الشماعة حسناً، هذه هي سطرة النجاة واو واو وهذه الأذرع وأظن أنها تسمى بالبذلة الجافة لأنها تبقيك جافاً وهكذا لن تصل المياه إلى جسدك لنرى ماذا لديهم هنا أيضاً أوه واو أجل مجاذيف الكاياك واو وي هذا ممتع فعلاً حسناً سأعود من هذا الاتجاه واو هاها وي هاها أو آه واو هذا المبنى كبير جداً هل تسألتم من قبل عن مكان تخزين القوارب؟ المكان الذي يخبئونها فيه بعيداً عن الأحوال الجوية كالمطار، الرياح، والجليد، أجل، مبنى مثل هذا يستطيع تخزين الكثير من القوارب، هاي شاهدوا هذا، موسيقى 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 أهو، مرحباً أيها الكلب、 انظروا هذا الكلب لطيف نبيEEEEEEP بأمان وهو يرتدي سترة النجاة هذا مرحبا ناعم جدا لطيق جدا وآمن جدا يا له من يوم رائع انظروا أترون ما أرى أجل حياة البحر لنقترب ونلقي التحية عليها مرحبا مرحبا كيف حالك واو إنه كلب البحر إنه مستلق تحت الشمس يشعر بالراحة سأقترب قليلا بعد مرحبا كيف حالك واو إنه لطيف جدا انظروا إلى أعينه السوداء الكبيرة أهلا مرحبا أتساءل عن اسمه يجب أن نعطيه اسما لدي فكرة دعونا نسميه سيلي مرحبا سيلي حسنا سيلي طبا يومك إلى اللقاء أنا أحب الميناء مرحبا 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 انظروا إلى حجم هذا القارب مرحبا هذا مضحك واو انظروا إلى طوله مهلا لدي فكرة لما لا أبدأ من الجزء الخلفي من هنا وأبدأ بالمسير وعد الخطوات حتى نعرف كم هو طوله مستعدون واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة أحد عشر اثنى عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر ستة عشر هذا القارب طوله ستة عشر خطوة أحسنتم واو يا له من يوم رائع أن يكون لك كعكة على متن هذا القارب دعوني أريكم ما في هذا القارب واو كما رأيتم تلك هي الطاولة وهذه المنطقة هي مكان رائع لإعداد الطعام انظروا ثلاجة مرحبا ثلاجة حتى يبقى طعامكم جيدا وباردا اوه هذا حوص ما الذي يفعله هذا هنا مضحك جدا حسنا ما الذي يوجد لدينا أيضا واو هذا القارب رائع انظروا اوه انه القبطان مرحبا انه يقود المركب وفي الأسفل هنا هو داخل القارب تعالوا واو هذا مذهل حقا واو يبدو كسطح الموقد هنا حيث يمكنكم طهي بعض الطعام او حوض واو انه حوض كبير فعلا بعض المناديل الورقية لا يمكنكم نسيانها اوه مايكروويف اوه هذا ملائم جدا ويوجد تلفاز هنا أيضا مهلا مهلا انه انا اوه وسرير اوه ماذا افعل لا وقت للنوم ابدا واو طاولة اخرى مهلا يمكنني أن اكل اطنانا من الوجبات الخفيفة هنا واو مضخة وقود هذا بنزين وهذا ديزل مثيل للاهتمام هاي لدي شيء أريكم إياه تعالوا مثلما تحتاج السيارات البنزينة والديزل من أجل أن تتحرك على الأرض القوارب أيضا تحتاج البنزين أو الديزل وهذا القارب يحتاج البنزين لهذا لنأخذ هذه المضخة إلى هنا ولنذهب لنملأ يا له من خرطوم طويل هاي انظروا هذا هو غطاء خزان الوقود دعونا نفكه حسنا كن حاذرا جدا حسنا ونضعه هنا ونسحب الزناد أسمعتم ذلك؟ إنه جيد وممتلئ حسنا لنضع الغطاء والآن أصبح ممتلئا إلى أقصى حتى نتمكن من الاستمتاع بالشمس حسنا لقد كان من الممتع جدا التجول في الماء على متن هذا القارب أنا أحب القوارب وكان المنظر رائعا على متنه أهلا لدي فكرة لماذا لا نغني أغنية قارب بليبي؟ أطوف في الأنهار أبحر في البحار أسير في المحيط ألقى وارب لي؟ رأيت قاربا يسحب الآخر لم أعرف القارب فسألت أمي قالت إن هذا قارب قطر يا بني رأيت قاربا يسرح ويبتعد لم أعرف القارب فسألت أمي قال إن هذا قارب سريع يا بني رأيت قاربا مليئا بالصياتين رأيت قاربا مليئا برجال الأعمال رأيت قاربا هل تعرف ما كان يفعل؟ أطوف في الأنهار أبحر في البحار أسير في المحيط ألقى وارب لي رأيت قاربا ينقل المضائع لم أعرف القارب فسألت صديقي ماركو قال إن هذه سفينات شح رأيت قاربا على متنه طائرات لم أعرف القارب فسألت صديقي روه قال إن هذه حاملات طائرات رأيت قاربا يطفئ النيران رأيت قاربا كان ساطعا كالبر رأيت قاربا هل تعرف ما كان يفعل؟ أطوف في الأنهار مبحر في البحار أسير في المحيط ألقى وارب لي أطوف في الأنهار أطوف في الأنهار مبحر في البحار أسير في المحيط ألقى وارب لي أطوف في الأنهار أبحر في البحار أسير في المحيط ألقى وارب لي أطوف في المحيط ووهوهو كان من الممتع جدا التعرف على القارب معكم في سكايلين مارينا في آنا كورتوز واشنطن حسناً هذه نهاية هذا الفيديو ولكن إن كنتم تريدون مشاهدة المزيد كل ما عليكم فعله هو البحث عن اسمي هل لا تتهجون اسمي معي؟ بأ لم ياء بأ ياء بليبي أحسنتم أراكم قريبا إلى اللقاء أراكم مجددا بليبي بليبي الغاز و الألعاب هيا بنا يا أصحاب بليبي بليبي الغاز و الألعاب هيا بنا يا أصحاب بليبي انظروا إلى هذا هذه مروحية قسم إدفاء حقيقية أنا متحمس جدا لمعرفة المزيد عن مروحية قسم الإدفاء اليوم معكم مستعدون؟ هيا بنا حسنا الآن دعونا نتفقد الداخل من مروحية قسم الإدفاء هيا علينا أن نفتح الباب هل ترون هذا؟ هذه أجل إنها كبينة مروحية تعالوا إلى هنا هناك الكثير من الأشياء الرائعة هنا قمرة القيادة انظروا هنا هناك العديد من الآلات والأدوات والراديوهات الرائعة ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو مقعد آخر ومقعد آخر لنعدها واحد اثنان ثلاثة أربعة أجل خمسة أنت تجلس علي هذا مضحك واو انظروا هنا إنها حقيبة ظهر عملاقة هناك مجموعة من المعدات الطبية هنا واو هذا ما ينزلونه على الأرض لمساعدة الناس واو انظروا إلى الضوء إن لونه أزرق وهو يصطع على واجهي هذه الأضواء أضواء خافتة جدا حتى يمكنكم استخدام الـ MVGS نظارات الرؤية الليلية والرؤية بالليل حتى لا تتسبب بالعمى واو واو هذه سماعات واو نضعها على الأذنين وهنا لدينا مايكروفون لكن علي أن أصله أولا انظروا استعدوا أنصتوا واو أتسمعونني؟ أبدو مضحكا أتحدث من خلال المايكروفون الآن واو أطير في المروحية حسنا حسنا سأريكم من هذا لاحقا لكن الآن انظروا هنا انظروا واو إنه سطح تببي يمكنني سحبه إنه جيد ومسطح يبقي العمودة الفقرية للمريض جيدا ومسطحا حسنا سأعيده الآن ها نحن ذا واو كان من الممتع جدا التعرف على داخل المروحية معكم واو الحديد من الأشياء الرائعة واو ما هذا؟ هذا هو خطاف رفعة الإنقاذ يا بليبي او خطاف للإنقاذ ما مهلا من أنت؟ أنا الطيار الشريف ما الذي تفعل؟ أنا مشغل رفعة للإسعاف الجوية تابعة للاي اف بي دي الجوية او هذا رائع مهلا ما الذي يوجد في يدك؟ تسمى القلادة وهي تتحكم في الخطاف باستخدام وحدة التحكم هذا واو هذه وحدة تحكم الرافعة واو هل يمكنك أن تريني كيف تعمل كل هذه الأشياء؟ بالطبع هل ترغب في تجربة مقعدنا الساخن؟ هكذا ننقذ الأشخاص الذين لم يتأذوا على الأرض او مقعد ساخن؟ أتساءل ما هو المقعد الساخن؟ المقعد الساخن يشبه السطرة هيا قم بوضع الخوذة على رأسك حسنا وأنت ترتدي نظرات السلام مسبقا ستفي بالغراط أنا أرتدي خوذة بيضاء يعمل تماما مثل السطرة وهو عبارة عن حزام بسيط يسمح لنا بإحتارك إلى المروحية بأمان دون وقوع رائع أجل هو كذلك حسنا إذن هو حزام يستخدم إن كنت على الأرض فأنت تنزل على شخص ما ينزل لإنقاذي هل هذا صحيح؟ أجل ويساعدونك في وضعه هكذا حسنا ويوصلونك بالخطاف بمجرد أن تنزل على الأرض حسنا يقومون بإنزال الخطاف ثم يوصلونه هكذا وعندما تكون جاهزا سنرفعك هل أنت جاهز؟ مستعد نحن ذا واو واو وواو كأنني أطير نوصلك إلى المروحية حسنا نقوم بإدخالك وبلبلبي الآن صار بأمان رائع وكذلك أوه شكرا لأنك أريتني كل هذا على الرحب سررت بلقائك يا بليبي سررت بلقائك أيضا واو هذا ممتع حقا مهلا مهلا أنا عالق هنا عد إلى هنا هاي مرحبا مرحبا أوه لا مرحبا انظروا إلي أنا داخل قمرة القيادة بينما تسحب القاطرة المروحية ها 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 واو هذا رائع ركوب المروحية أمر رائع حقا حسنا فقط لإعلامكم توجد المروحيات في المطارات وتوجد الطائرات في المطارات أيضا وإذا كانت هناك أي مشكلة في المطار فإن لديهم شاحنة كبيرة تسمى شاحنة الرغوة أوه انظروا هناك شاحنة رغوة كبيرة هناك أترونها؟ أجل أجل حسنا ما تفعله الشاحنات الرغوية هو رش المياه والرغوة من الأمام في حالة ما إذا كان هناك أي شيء في المطار مثل حريق مثلا لذا ما سنفعله هو أن نريكم كيف يخرج رذاذ الماء من البرج أترون؟ هذا هو البرج الأول واو هذا قوي حقا هل أنتم مستعدون للبرج الثاني؟ حسنا ها نحن ذا واو أترون ذلك؟ هذا هو البرج الأول وهذا البرج الثاني واو انظروا إلى كل هذا الماء ما يفعلونه الآن هو الهبوط حتى يتمكن من ملء المروحية بالماء شاهدوا ما سيفعلونه الآن هو التحليق وإلقاء كل الماء شاهدوا وهن رأيتم ذلك؟ هناك الكثير من المياه التي خرجت من تلك المروحية شاهدوا يبدو أنه مستعد واو انظروا إلى ارتفاعهم في الهواء واو إلى أين يذهب؟ واو انظروا إليه يتدلى من المروحية واو واو مرحبا مهلا أحدهم يرتدي اللون الأزرق والآخر يرتدي اللون البرتقالي لوناء المفضلين أتذكرون هذا؟ هذا هو المقعد الساخن حسنا ها هو ذاهب هذا يبدو ممتعا مرحبا لقد تم رفعه طوال المسافة في السماء إلى المروحية أغلق الباب الآن سنتعلم عن الأجزاء الخارجية للمروحية يا لها من آلة كبيرة انظروا هذه هنا هي قمرة القيادة هو المكان الذي يجلس فيه الطيار ومساعده ثم يحلقون بالمروحية وفي الخلف هنا الكابينة أجل هذا هو المكان الذي يجلس فيه الركاب هذه المروحية كبيرة جدا حيث يمكن أن تحمل أربعة عشر شخصا أربعة عشر شخصا عدد كبير من الناس واو أوه انظروا إلى هذا إنه ضوء مصلط مستعدون؟ أجل يسمى أيضا بشمس الليل يستخدم هذا للإضاءة ليلا حتى يتمكن الجميع من رؤية أي شيء يتحرك في الظلام واو ساطع جدا واو وهذا إنه خزان المياه وتملأه من هنا أمسك الخرطوم أحضر كل المياه ثم يملأ هذا بالماء ثم تطير به فوق الأشياء ثم تصب الماء على الأشياء مثل الحرائق حتى تتمكن من إيقاظ الناس واو يا لها من آلة رائعة لنرى ماذا يوجد أيضا هيا بنا او انظروا للأسفل انتظر لحظة ماذا تفعل هذه هنا ها أتعرفون أن بعض المروحيات لديها سلقات للهبوط هذه المروحية لديها عجلات وإطارات واو مثير للإهتمام رائع واو انتظر لحظة رأيتم هذا من قبل صحيح أجل إنه رقم أجل واحد اثنان ثلاثة إنه الرقم ثلاثة واو دعونا نفتح هذا واو انظروا إلى هذا إنها حجرة تخزين الجو مظلم هناك هيا بنا او مهلا قسم إدفاء لوس أنجلوس إنهم رائعون حقا واو هذا جناح موازن أفقي وهو يحافظ على استقرار المروحية واو واو انظروا فوق هذا هو الذيل الدوار واو إنه عال هناك وهو يبدو كبيرا لكن في الواقع هو الدوار الأصغر لكن هذا الدوار الرئيسي تعالوا هو كبير جدا أترونه في الأعلى هناك واو هذا الدوار الرئيسي يحتوي على خمس شفرات واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة عمل جيد واو إنه عال جدا او كنت أحاول أن ألمسها فقط واو انظروا إلى هذا العادم واو كل العوادم من المحرك النفاث يتم دفعها خارجا مهلا اللحظة هل قلت المحرك النفاث؟ نعم انظروا واو هذا هو المحرك النفاث وهناك اثنان على هذه المروحية واحد هنا والآخر في الجانب الآخر هنا تقوم بإنتاج كل قوتها وأحد الأماكن التي تستخدم هذه الطاقة هو جهاز نقل الحركة واو يبدو الأمر رائحا هناك او مهلا انظروا إلى هذا أترون هذا؟ من هنا يتم تزويد المروحية بالوقود لا نريد أن نعبث بهذا حسنا لنرى ماذا يوجد لدينا أيضا انظروا إلى رقص رائع حسنا مهلا انظروا هنا هذه هي الرافعة واو انها تنزل حوالي 300 قدم تقريبا هذا كثير جدا ثم يمكنها انقاذ الناس هكذا شكرا جزيلا لكم لتعلم الأجزاء الخارجية للمروحية معي أنا موسيقى 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 هيا تقاوم حرائق الغباد يمكنها منع هذا اللعب من الارتفاع يمكنها انقاذ الأشجار أو منزلك يمكنها حتى انقاذ حياتك إنها مروحية الإدفاع تكافح الحريقة من السماء إنها مروحية الإدفاع في مهمة الإخماد تتحلق حاملة كثيرة من الماء البحيرة والأنهار تمدها بالمياه تحوم فوق الميران المشتعلة وتسقط الماء من السماء إنها مروحية الإدفاع تكافح الحريقة من السماء إنها مروحية الإدفاع في مهمة الإخماد تلك هي ألة تنقل حمراء وميضاء للإدفاع تطير ليلا ونغار هي ألة تنقل حمراء وميضاء للإدفاع تطير ليلا ونغار إنها مروحية الإدفاع تكافح الحريقة من السماء إنها مروحية الإدفاع في مهمة الإخماد تلك النيران إنها مروحية الإدفاع إنها مروحية الإدفاع تكافح الحريقة من السماء إنها مروحية الإدفاع إنها مروحية الإدفاع إنها مروحية الإدفاع ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو لكن إن كنتم تريدون أن تشاهدوا المزيد كل ما عليكم فعله هو البحث عن اسمي هل تتهجون اسمي معي؟ مستعدون؟ حسناً با لام ياء با ياء بليبي أحسنتم إلى اللقاء نزدان تتعلم بليبي بليبي الغازم وألعاب أريابنا يا أصحاب بليبي مرحباً تعالوا إلى هنا مرحباً هذا أنا بليبي واليوم نحن في أوديسي في سكوتسديل أريزونا هيا بنا سيكون هذا رائعاً أظن أننا اليوم سنتعلم عن الحيوانات البحرية ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو سيكون هذا ممتعا جدا هل رأيتم هذا؟ لقد استخدمت أسبوعين فقط على أسفل الرأس والظهر من سماك الحفش الروسي هذا أو لقد أعجبه ذلك واو ملمسه رائع جدا إنه صلب ولكنه يحتوي أيضا على طبقة من الحماءة الزلقة على ظهره لأنها تساعده على إبعاد التفيليات أو هذا واحد آخر هذا رائع واو هل رأيتم ذلك؟ لقد لمست سمك الرقيطة هذا بهدوء وباللطف بإصبع عيني على ظهره واو حسنا دعونا نلمس واحدا آخر انظروا واحد هنا أيضا مرحباً مرحباً أوو مرحباً ووو هذا مضحك أوو تعالوا هنا واو هناك الكثير منهم واو انظروا إلى هذا إنها مستلقية على الرمل هذا نوع آخر مختلف هناك واحدة قادمة مهلا سأشرح لكم كيف هو ملمسها إنها تشبه أو هناك واحدة أجل الآن أعرف ما هو ملمسها إنها تشبه حلوة مضغية مبللة زلقة جدا و ناعمة في نفس الوقت ولكن صلبة أيضا هذا ممتع مرحبا مرحبا بليبي ماذا تفعل؟ أنا فقط أنظر إلى سمكة المفضلة سمكة الجاذ سمكة الجاذ هذا رائع إنه كذلك أراك لاحقا أراك لاحقا بليبي واو من الرائع أن تكون خلف كواليس حوض الأسماك مرحبا هذا رائع واو مرحبا مرحبا الكثير من العمال الرائعين هنا واو انظروا إلى هذا نحن على قمة حوض السمك واو انظروا إلى كل هذه المياه وهذه الأسماك واو حسنا اتبعوني واو انظروا إلى هذه الغرفة واو العديد من معدات الغوص خزانات ملابس الغوص واو يجب أن نأخذ هذه الأسماك إلى أسماك القرش لا بد أنها جائعة هيا واو واو حسنا واو انظروا إلى هذا أي من رسم هذه فهو فنان تظهر أجزاء مختلفة من سمك القرش مثل الخياشيم واو انظروا هيا تعالوا تفضلي مرحبا شكرا لك على الرحمة ما هو اسمك اسمي داني اوو انها دانيو ماذا تفعلين هنا نحن هنا مع كاثي وهي تطعم أسماك القرش الكبيرة الآن واو ارى سمكة هناك انظروا واو لكن لماذا تحملين السمكة على العصى هكذا نوصل الطعام إلى أسماك القرش لأنهم منخفضين جدا في الماء فهي تحتاج أن يكون معها أداة طويلة جدا لإيصال الطعام إلى أفوهه حسنا اذا هم يمسكون العصى التي لديها السمكة في نهايتها ثم تأتي سمكة القرش وتستمتع بالعشاء اللذيذ هذا يبدو منتعا واو هذه الأسماك كبيرة ما هو حجم السمكة التي تطعمونها لأسماك القرش انها تقريبا بهذا الحجم يطلق عليها السمكة الزرقاء لأن بها بعض اللون الأزرق حسنا انها السمكة الزرقاء وهي بهذا الحجم اذا ما نوع السمك الذي أحضرته لقد أحضرت بعض السمك الرنكات وهي السمكة الكبيرة هنا حسنا وأيضا بعض الكبلين وهي السمكة الصغيرة هنا حسنا هذا مثيل للاهتمام رائع حسنا من الرائع رعية شخص آخر يفعل ذلك ولكن مهلا هل يمكنني إطعام أسماك القرش؟ آجل بلتأكيد حسنا فقد تأكد من ارتداء القفازات لأن رائحة السمك يمكن أن تكون كريها حسنا حسنا لنضع القفازات حتى لا تكون رائحة يدي مثل السمك لأسابيع حسنا لقد ارتديت القفازات نحن ذا قفاز واحد قفازان حسنا ماذا أفعل الآن؟ سنأخذ دلو السمك الذي أحضرته سابقا من المطبخ وسنتجه إلى هناك حسنا نحن ذا حسنا مستعدون سنتجه إلى منصة التغذية الموجودة لدينا حسنا بمجرد أن نرسل ستكون جميع الأسماك في انتظارنا حسنا واو انظروا أنا على المنصة واو انظروا لا توجد حواجز بيني وبين الأسماك حسنا سأقوم بالقفز فقط أنا أمزح حسنا ها نحن ذا هل أرمي واحدة تلو الأخرى؟ أجل تستطيع يمكنك أن تفعل ما تريد حسنا استمتعوا بالسماك وي واو انظروا إليها تذهب إنهم يستمتعون بالطعام واو انظروا إليهم إنهم يحتشدون إلى القمة لأنهم يعرفون أنني ألقي إليهم هذا الطعام اللذيذ حسنا وي وي واو ها أنت أيتها الأسماك؟ هل هذا لذيذ؟ هل هو لذيذ أيتها الأسماك؟ أم هو لذيذ حقا؟ حسنا مقي القليل ها نحن ذا واو كان هذا ممتعا فعلا أحسنتم واو إنها تطعم سلحفات هذا اسم جميل وهذه غريتا هل ترونها؟ مرحبا غريتا مرحبا مرحبا ماذا تحب غريتا أن تأكل؟ غريتا تحب الخاس لكنها تستمتع أيضا بالخيار والفلفل وحتى الجزر في بعض الأحيان الخاس والفلفل والخيار والجزر تبدو غريتا صحية حقا هل يمكنني إطعام غريتا؟ أجل حسنا ها نحن ذا كيف أطعمها؟ أعطيها القليل؟ يمكنك إطعامها القليل أوضع ورقة كاملة أمامها ها أنت ذا غريتا واو مهلا ماذا تفعلين؟ إنها خلفك هل أرمي واحدة أخرى؟ بالطبع ها أنت ذا أحيانا لا ترغب بالآكل حسنا حسنا أوه تبدو غريتا جائعة حقا تفضلي غريتا لذيذ ها أنت ذا واو غريتا كبيرة جدا هل تعرفين كم وزن غريتا؟ إنها أكثر من مئة راطل بقليل أوه مدهش مئة راطل رائع أوه ها أنت ذا أوه حسنا لنعطيها قطعة كبيرة لنشاهد غريتا تأكل القطعة كلها ها أنت ذا أوه إنها هناك أجل واو مهلا مرحبا واو هذه قطعة كبيرة من الخاص مرحبا أهلا مرحبا تعالوا بما أننا قمنا بلمس بعض الحيوانات أظن أن علينا استخدام هذا المرحاض لغسل أيدينا هيا بنا حسنا مرحبا بكم في الحمام واو انظروا واو انظروا هذا المرحاض يقع تحت الماء وهذا المرحاض فاز بجائزة أفضل مرحاض في أمريكا يمكنكم غسل أيديكم هنا وإلقاء نظرة على أسماك القرش والأسماك واو هذا مدهش هذا رائع حسنا غسلت يدي والآن سأذهب لتشفيفها وأنتم استمتعوا بالمنظر حسنا هيا لننزل أسفل المصعد إلى أعماق المحيط هيا واو انظروا نحن الآن أصبحنا تحت الماء انظروا هناك هذا رائع اقدم لكم الآن معرض أعماق المحيط واو مرحبا ماذا تفعلون هناك تعالوا إلى هنا واو مهلا انظروا مرحبا مرحبا هذا هو أسد البحر واو هناك واحد آخر هنا واو إنه كبير جدا واو هذا رائع انظروا 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 واو مرحبا 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 وتوجد هنا فقمة أيضا لنحاول العثور عليها مرحبا 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 أترون تلك هناك؟ تلك هي فقمة هي فقمة مرحبا مرحبا إذن يوجد هنا ثلاث أسود بحر وفقمة واحدة وأسهل طريقة لتفرق بينها يا هذا سأريكم إذن إذا كنت أسد بحر فأنت تستخدم زعانفك الأمامية كي تمشي بهذه الطريقة لكن الفقمات لا تفعل هذا الفقمات أو مرحبا أنت فضولي إنه فضولي جدا واو هذا أسد بحر وهو يمشي باستخدام الزعانف مرحبا 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 إنها حيوانات ذكية جدا أترون كيف يتبعني؟ سأغير الاتجاه واو حسنا الفقمات لا تمشي هكذا انظروا هذا أسد بحر أسد بحر والفقمة ليس لديها تلك القوة هنا وهي حيوانات قصيرة وبدينة لذا تفعل هذا إنهم يراوغون نوعا ما هذا مضحك يا لها من مخلوقات رائعة ألقوا عليها نظرة أطول واو بطاريق أجل نحن خلف الكواليس في حوض السمك وسنلتقي بعض البطاريق هيا بنا حسنا نحن نمشي بلطف وببط وسنكون هادئين أيضا اوو مرحبا مرحبا من أنت أنا هاتش اوو هذه هاتش ما الذي تفعلينه هنا أنا أعمل مع البطاريق والزواحف اوو البطاريق والزواحف هل ترى البطاريق هناك؟ اوو مرحبا هل هما البطاريقان الوحيدان هنا؟ او لا هناك المزيد قادمون هل تريد أخذ لعبة؟ في الواقع سنلعب معاهم بالطابع لنأخذ لعبة ونرى المزيد من البطاريق انظروا هناك إنهم يحبون الكثير من الحركة بألعابهم إذن لدينا هنا فايوليت التي جاءت لتقول مرحبا يبدو أن هذا البطاريق مستمتع بظلي هذا يحدث بالفعل فإن البطاريق تحب الألوان المتناقضة يمكنهم أيضا رؤية الألوان بشكل جيد فلديهم أعين مثل أعيننا تماما عسنا على الرغم من أنهم طيور إلا أنها تتصرف مثل القطة أليس كذلك؟ نعم قليلا إنهم يحبون اللعب بالكثير من الألعاب ومثل القطة الصغيرة يخبروننا عندما يريدون أن نلمسهم حسنا هذا مثير للاهتمام هذا رائع حقا مهلا ألقوا نظرة عن قرب أوه إلى اللقاء البطاريق مضحكة فعلا من أين أتت هذه البطاريق؟ هذه البطاريق من جنوب إفريقيا ولدينا اثنان وثلاثون منها في حوض السمك واو اثنان وثلاثون بطاريقا هنا وهي من جنوب إفريقيا؟ مهلا ليسوا من القطب الجنوبي؟ ليسوا من القطب الجنوبي في الواقع إنهم من أنواع البطاريق التي تفضل مناخا دافئا واو حسنا هذا مثير للاهتمام مناخ دافئ وبطاريق؟ نحن نتعلم أشياء جديدة كل يوم مهلا دعونا نجلس على الكرسي هناك وستقوم هاتش بجلب بطاريق إلينا أنا متحمس جدا سألمس بطاريقا مرحبا حسنا سأقوم بلمس البطاريق بإصبعين فقط وبلطف على ظهره حسنا هل أنت مستعد؟ أترون؟ مرحبا أوه إنه ناعم جدا هل تعلمون أن البطاريق لديها سبعون ريشة لكل بوصة مربعة؟ أجل إنه صغير جدا وكثير أستطيع لمسه مرة أخرى؟ أجل تستطيع حسنا هذا شعور لطيف؟ هل تحبين هذا؟ إنها تتباهى أمامك أوه ماذا يعني ذلك عندما تهز رأسها؟ في الواقع هذا يعني أنها سعيدة جدا وقد تكون صديقا جديدا لها أوه أوه أمل أنها لا تريد قبلة آه مرحبا إنه بطريق أزرق صغير إنه صغير جدا أوه انظروا كيف يكبرون واو انظروا إلى حجم هذا البطريق واو أربعة أقدام بعلو واحد فاصل ثلاثة متر يا إلهي انظروا كم هو كبير واو هذا بطريق كبير حقا واو انظروا طقال أترون من قارة؟ يبدو شكله مثل الموزة موزة ملونة جدا هناك طائر آخر هنا تعالوا واو مرحبا ببغاء ملون مرحبا كيف حالك؟ واو يبدو أن لونه أصفر أزرق وعلى رأسه اللون الأخضر مرحبا مهلا هناك حيوان آخر أريد أن أريكم إياه هيا واو انظروا انظروا إلى هذا الحيوان إنه يتحرك ببطء أتعرفون ما هذا الحيوان؟ أجل إنه الكسلان هيا نقلد الكسلان معا مرحبا كيف حالك؟ هذا مضحك حسنا مرحبا مرحبا واو انظروا هذه تعالب الماء وهي ضريفة حقا انظروا إليها تذهب تحت الماء واو أنا متأكد أنها تستطيع حبس أنفاسها لمدة طويلة واو إنها سريعة واو إنها تشبه قطة الماء لكنها ليست قطة عادية واو مرحبا مرحبا واحد آخر واو رائع واو كان من الممتع جدا التعرف على كل هذه المخلوقات في أوديسي في سكوتسديل بولاية أريزونا معكم حسنا هذه هي نهاية هذا الفيديو ولكن إن كنتم ترغبون في المزيد كل ما عليكم فعله هو البحث عن اسمي هل لا تتهجون اسمي معي؟ مستعدون؟ بأ لم ياء بأ ياء بليبي أحسنتم حسنا أراكم قريبا أحسنتم حسنا أراكم قريبا ألغازم وألعاب هيا بنا يا أصحاب ليبي أحسنتم حسنا أراكم قريبا 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 أحسنتم حسنا أراكم قريبا